اشتركوا في القناة ونحلنا بتحديد الاولويات هذا وتعد الاوضاع الدولية في مجال الطاقة هامة جدا والجزائر شريك فعال ونزيه ومتعاون في مجال الطاقة ولدينا اهتمامات مشتركة فيما يتعلق بالامن والاستقرار وتترقنا ايضا الى الوضعية المرتبطة بدول الجوار وخاصة تلك المتعلقة بالاوضاع الجوسياسية هذا اللقاء المثمر كان مفيدا وانا متفائل جدا بخصوص علاقات الجزائر مع الاتحاد الاوروبي ونحن نحترم اولويات وتطلعات الجزائر وسنعمل على تعزيز الجهود اكثر من اجل تطوير هذه الشراكة لتكون اكثر سلابة من اجل تحقيق نتائج وشراكة فعالة بين الشعبين لتحقيق لكا ترجمة نانسي قنقر لتحقيق بها اشتركوا في القناة